نروح لمكافأة مالية من المشار مرتضى منصور شخصيا لفريق السلة بطل أولمبياد الطفل المصري ودي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة ودي حاجات كمان كمان موضوع كماعة جماعة جبر الخواطر وحب النادي زمالك لكل من هو منتمي سنوية عامة الشهداء الشرطة وشهداء الجيش أوائل السنوية العامة متحد الإعاقة الزهنية أي بطل صغير السن ينجح كل ده بتلاقيهم على التلفزيون الناس بتحب تشوف نفسها في التلفزيون على الفكرة الناس بتحب تشوف ابنها في التلفزيون الناس بتحب تشوف ابنها وهو بيكرم الناس بتحب تخش النادي والناس تحس بتقدير ابن الشهيد ده يحس بالقدمه أبوه والناس زمالك عمله عضوية عشان أبوك بطل أبوك ضحب حياته عشان خطر بلده فناس زمالك بيقدر ده وده اللي بيخلي ناس زمالك كمان جبر الخواطر وده فعلا نادي الوطنية والقرامة هو ده نادي الوطنية والقرامة الوطنية والقرامة مش كلام يا جماعة نادي الوطنية والقرامة يعني أفعال يعني احنا على أرض الواقع بنعمل أفعال بتخلينا هو فعلا ده نادي الوطنية والقرامة طبيعي اوه على جمهور الزمالك تسمعوا لأي ألسنة على السوشيال ميديا لأنها بتسعى دائما للخراب معظم اللي بتشوفوه مع السوشيال ميديا بيسعوا للخراب أو ليهم مصالح شخصية اوه عاي يقولك ده ماتش ودي ده ماتش مالوش لازمة ده ماتش أي كلام لانتو فرق أي كلام ده عندنا منها كتير لانتو يعني هتموتوا ده انت هتموتوا الفرحة ايه الفرحة دي كلها ايه الفرحة ازاي ده عن اللزوم وبتدى كمان بعض اللعيبة القدامى يبدوا اشتغلوا على فكرة الترند والسوشيال ميديا دي بتجيب يعني بتجيب لايكات وبتجيب بتاعه واخش اشتم جمهور الزمالك وعادي جمهور الزمالك ومعامليش أي حاجة بس عاديه انا عاديه وعود التاري على الزمالك وعود التاريه على أي قرار نقعد نعمل حاجات دي لانها حلوة يعني عاجبانة بتعمل لنا شهرة يعني وخلاص ده اتجاه ده عقل يعني هو بيفكر كده فالناس دي أنا كنت الأول بستفز يعني النعيب كبير أو كده بيكتب ده فعرفت القصة قلت والله ولا هنزل حاجة على صفحتي ولا هتكلم عنه ولا هجيب سيرت خلال الناس أنا فهمت للايه المغزى من كل ما يحدث خصوصا في نادي الضد نادي الزمالك يعني فخلاص ايه سيبكم مكبروا دماغكم من الناس دي يعني أنا كمان والله بجد ورئيس نادي الزمالك النهاردة بشوف موقف هو مليش دعو برياضة بس بشوف رئيس سيسي عفتح سيسي هو بيزور قطر اللي أنا لسه جاي منها من يومين وكان نادي الزمالك موجود فيها وهو بيستقبل استقبال يعني كبير 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 جدا يعني تمام وبتعود العلاقات الطيبة وده اللي احنا بنأمله احنا كلنا كاشقاع عرب كوطن عربي لينا صلة نسب وحب واحترام مفيش حد يا جماعة مبيحبش مصر مفيش حد معاش طفولته في مصر من الوطن العربي مفيش حد ما تعلمش على ايد مدرس عربي مفيش حد ما راح تعالج وهو طفل على ايد طبيب عربي مصري كل المصريين أنا أمي كتشغالة في عمان وفي الكويت أمي مدرسة لغة عربية يعني كتشغالة في صلالة وفي الكويت يعني عايز تقول لكم يا جماعة ايه الوطن العربي بيحب مصر وبيزعل لو تخانق مع مصر وبيفرح لو صالح مصر ومصر بتحب كل الوطن العربي وبتحب تكون على علاقة كويسة بكل الوطن العربي وخصوصا الرئيس عفتاح السيسي اللي ما بيسعاش أبدا أنه يعمل خلاف مع حد بالعكس البعض كان هو اللي بيسعى أنه يعمل خلاف معاه لكن هو بيقرب الناس مش بيبعدها وبيسعى لدائما للحب والتسامح والصلح لأن احنا مصلحتنا واحدة كعرب وده اللي بتمنى الفترة اللي جاية وان شاء الله وسعيد جدا بالمنظر الرائع اللي أنا شفته النهاردة يعني الأمير تميم كان جيه زار مصر الأول الرئيس عفتاح السيسي الرئيس عفتاح السيسي راح زار قطر والأمير تميم أمير قطر ودي العلاقات الطيبة وأنا شفت الناس شعب هناك الشعب هناك بيحب مصر جدا شعب هناك محب لمصر جدا وشعب طيب جدا ومحب وكتير قوي مصرين أنا روحت هناك قابلت ناس كتير يا جماعة زميلي قابلت عقل جدلة واستقبلني أحسن استقبال وحاجة جميلة وهناك في محمد رمضان وحزم سمير ده كان لعيب معايا تحت 18 سنة بيدرب هناك وتقابلت أيضا هناك مع نادر السيد وأحمد الطيب طبعا المعلق المتميز موجود هناك يشتغلوا في مجال الكورة هناك فالعلاقات دي جماعة جماعة العلاقات الطيبة ما بين مصر وقطر هتعود على النفع كمان على الجالية المصرية اللي عايشة في قطر وبتعمل في قطر في أي مجال ومنهم طبعا المجال الرياضي اللي احنا كلنا بننتمي إليه